طبعاً هنكمل كلامنا عن كاس العالم ومفاجآت كاس العالم خسارة غانا أمام البرتغال ودموع وتقلق كريستيان رونالدو خسارة الكاميرون قدام سويسرا والمباراة الرائعة اللي قدمتها البرازيل المبارح اللي أمتعتنا بيها الحقيقة قدام سربيا دي كانت أبرز نتائج اليوم الأخير في الجولة الأولى من المجموعات طبعاً في الجولة الأولى كل الفرق لابت كل المنتخبات لابت هنشوف أداة المنتخبات دي كان عامل إزاي الدور الجاي هل هيقدروا يؤدوا بنفس الأداء النهاردة فيه مجموعة كبيرة كمان من المتشاط في بداية الجولة التانية الفرصة الأخيرة قدام قطر والسنغال الحفاظ على حظوظهم في التأهل لدور الستاشر نتكلم أكتر وبشيء من التفصيل مع محمد جمال الناقد الرياضي اللي بنوارنا صباح الخير عليك محمد صباح الخير عليكم خبارك إيه؟ كل زال فرق الحمد لله انتهت الجولة الأولى وكان فيه مفاجآت وكان فيه أداء متوقع بقصة يعني الجولة الليقولها كانت يعني أموكي كبان عكس متوقع بطولها قوية جدا بطولها فيها مفاجآت بطولها فيها منتخبات ما كانتش مرشحة لي يعني انها تنافس على لقب أو تتوج باللقب اللي عام ده ولكن ظهرت بشكل كويس منتخبات إحنا كنا متوقعين إنها تظهر بشكل كويس وظهرت زي طبعا يعني في مقدمتهم طبعا البرازيل اللي ظهرت بشكل كويس ولكن احنا لو تكلمنا على الشكل العام في البطول أو كمجموعة مجموعة لا أنا شايف أن المجموعات كلها فيها مستوى متقارب جداً من الفرق مفيش فرقة دايماً عالية عن بقية الفرق يعني لو بسيط ممكن تلاقي أكتر من مجموعتين أو تلاتة بس اللي ممكن الفرقة فيهم هي اللي عالية شوية عن باقي الفرق لكن الباقي كله متساوي يعني أنا من وجه التنصر إنجلترا أعلى أكيد من إيران وأعلى من أمريكا وأعلى من ويلز يمكن المجموعة برضو بتاعت إسبانيا إسبانيا أعلى من ألمانيا وكستاريكا واليابان ممكن برضو المجموعة اللي نقول عليها عالية بالنسبة لهم هي البرازيل أعلى بكتير جداً من سربيا وسوسرا حتى ويل كاميرون ولكن بقية المجموعات كلها فيها مفاجآت شفنا السعودية بتقدر تفوز على الأرجنتين شفنا ألمانيا بتخسر من اليابان شفنا برضو يعني منتخبات البرتغال يعني غانا عمل برضو ماتش كبير جداً قدامهم في آخر نص ساعة وكانت ممكن تتعادل تلاتة تلاتة في المباراة شفنا برضو في قطر البلد المضيف وبلد اللي منظمة كاس العالم بتخسر أدام الإكوادور 2-0 والسنغال برضو بتخسر أدام أولندا 2-0 ففي نتائج كتير في نتائج جير متوقعة ونتائج متوقعة في كاس العالم ولكن أتوقع أن أتشهد مفاجآت كتير جداً في دور المجموعات وإحنا كل دا لسه في البداية يعني كل دا لسه في دور المجموعات لسه حتى ما ظهرش كل المنتخبات بالشكل اللي احنا أكيد منتظرين طيب لو هنتكلم بقى عن كريستيانو رونالدو يعني كريستيانو طبعاً دخل التاريخ أول لعب في التاريخ وسجل فيه خمس مطولات أو خمس نسخ لكاس العالم واحتفل بدأ في الظل كمان مشاكل تانية هو بيواجهها عايز أعرف منك بقى فكرة أنه كريستيانو أدى أداء جيد جداً الحقيقة مع منتخب البورتغال ولكن الناحية التانية شفنا اللي بيحصل معه مع منشستر يعني كلمنا كده عن الوضع دلوقتي بدا هيفيده ولا هيدره إيه اللي هيحصل بص رونالدو من اللعيب أكيد التاريخيين في تاريخ كرة القدم مش يعني ممكن صعب إنه يتكرر إنه حالة كبيرة جداً حالة كمان فردية وحالة نفسية وحالة دايماً في قراراته بتقداري أن أنت يعني كريستيانو دايماً بتنتظري هو هيعمل إيه مش بس في كرة القدم رونالدو يمكن دي خمس نسخ يشارك فيه في كاس العالم من 2006 ما غابش عن كاس العالم من 2006 كان الشاب الصغير اللي مع جيل بيضم فيجو ويدم كل النجوم وكان مش مطالب بأي شيء ولكنك كان عليه دغطات وقتها إنه هو كان نجم منتخب في 2010 كان هو نجم المنتخب ولكن منتخب محققش شيء 14 نفس الكلام 18 نفس الكلام هو 22 جاي بطموح مختلف بالنسبة له يمكن رونالدو الحوار الصحف اللي ظهر عليه مع بيرس في صحيفة زصانة الإنجليزية من أسبوعين أو 3 أسبوع بتحديد لما تكلم فيه عن سوق إدارة منتشيستر رونالدو وسوق التخطيط لكرة القدم في النادي وإن النادي ما تغيرش منذ رحيله في 2009 حتى الآن وإن النادي بيمر بظروف صعبة وإنه ما بيحتلمش إيرك تينهاج المدير الفني الهولندي للفريق كل التصريحات اللي كانت قوية دي أو الصعبة دي ضد طبعا إدارة منتشيستر وضد الفريق اللي موجود في الوقت الحالي أظن إن ده كان يعني يقولك قد إيه كريسانة رونالدو منتظر التوقيت المناسب لأنه هو كده كده قال التصريحات دي قبل نهاية خلاص قبل توقف الدولي اللي هيكون فيه كاس العالم لأنه عاوز يدخل كاس العالم بتحدي جديد بالنسبة له كريسانو دايما بيفكر في نفسه ولكن دي بتفيد الفريق برضو لأنه دايما بيكون في كامل تركيزه إنه يظهر بشكل كويس ولو يظهر بشكل كويس يكون في مصلحة منتخب البرتغال صحيح سنين كريسانو في مع سانتوس في البرتغال هو يعتبر مش بس قائد للمنتخب هو يعتبر حاكم في المنتخب ليه أمر في المنتخب ليه قرار في المنتخب وده بنشوفه من 2015-2016 هو خلاص بقى صاحب كرار كبير جدا ويعتبر في جهاز الفن اللي سانتوس ويعتبر بياخد كرارات فعشان كده يعني بعد تصرحاته أنا يعني شفت إن كريسانو بيرجع نفسه بدوافع جديدة اللي قدامه كاس عالم هو عاوز يعمل فيه كل المستحيل صحيح بحيث إنه برضو العروض اللي هتبقى برضو متاحة قدام رونالدو يمكن رونالدو الفترة اللي فاتت يمكن آخر انتقال قبل مانشستر كان عنده مانشستر سيتي كان عنده بيرميونيخ يمكن في يناير اللي فات كان عنده تشيلسي فوقتها تاخر رفض فدلوقتي يبقى صعب جدا انه يروح غير نيوكاسل غير نابولي غير انتر غير الحاجات دي كلها وهو برضو دور السعودي بيفكر فيه هو عاوز يطلع بشكل أول طيب صرف النظر عن الأندية إنت مع ولا ضد إن اللاعب مثلا لو العرض كويس ممكن يروح ومش أي لعب طبعا نتكلم عن كريسانو ورونالدو هل شايفينه ممكن يقبل بأي دوري في مقابل حتى لو مفيش مصلط عليه أضواء بشكل كافي مقابل إن العرض المادي كويس لا أعتقد رونالدو بشكل موضوع كده رونالدو كان بيحسبها مادية الفترات اللي فاتت طوله هو وقف على رجليه كان بيجي له كل الأندية رونالدية كل أكد بتتفوض معاه رجل أفضل عائف العالم لسنوات فكان بيفكر فيه العروض من ناحية المادية ومن ناحية اللي تقدر تفيده خلال الفترات اللي فاتت هو حتى اعترف بدأ وقالنا القرار الوحيد اللي خدته بالعاطفة هو عودتي من جديد لمانشستر ونايتد بعد مكالمة السير إليكس فيرغسون طبعا مدربه السابق واللي كان يعني سقعده أو جابه كمال لي فريق منشستر ونايتد وقال وقتها أنا فضلت لي ونايتد على منشستر سيتي فرونالدو أعتقد الفترة الجاية هو بيرجع نفسه عشان يبقى لي لسه حق الاختيار لأن في أوروبا دايما هو سنه كبير 37 سنة فقصة الاختيار هيكون صعبة بالنسبة له الأندية هناك بتفكر إزاي هستفيد منك فنيا وبدنيا ومديا وكل شيء أقدر أنا أسواك به كريستانو حتى الآن هو لسه مصوك لسه بيسوق نفسه لسه في أي نادي يعمل تسويب شكل كبير جدا عشان كده الأندية اللي بتتفوض معها دلوقتي مش ريال مدريد مش بارشلونة مش الأندية اللي احنا كلنا بنبقى حارفين إن رونالدو طبيعي جدا ملعبش غير في ريال مدريد منتشاستر رونالدو كلنا نادي اللي بقى بيتفوض معا نيوكاسل اللي بقى بيتفوض معا نابولي اللي بقى بيجس نبضه من بعيد لبقيد برضو عندها في الدولة الألمانية فده هيبقى صعب جدا رونالدو عشان كده رونالدو بيحلم يعني برضو في تصريحات يعني لمح إنه تقريبا خلاص حسم قراره ويعني كانت تصريحات ما بين يا إما نادي لندني يا إما احتمال روما بصي أظن إن هو عامل ضغط مش أكتر بيكون فيه تفاوض ما بين نادي ونادي بيبقى الموضوع بين وكمان رونالدو دلوقتي فسخ التعاقد رونالدو بيلعب بالكاس العالم لأول مرة بلا نادي يعني تخيل أنت رونالدو بيلعب من غير ما يكون موجود في نادي أو مقايف نادي فالقصة كلها لا أعتقد إن رونالدو بيضغط بس إن هو على قدرت منشستر إن هو كان عايز يفسخ تعاقده إن أنا اتفقت خلاص وإن أنا خلصت أموري يمكن روما بعيد شوية عن رونالدو لإن حتى لو اللعب مع جوزي مورينيوم مفيد ولكن إنت في لحظة ممكن بعد ما تروح روما تلاقي جوزي مورينيوم مش موجود لإنه ممكن يمشي ولكن أنا بشوف إن رونالدو تفكيره الأول والأخير حتى الآن في تشيلسي لإن تشيلسي فريق دائما بنفس على لقب فريق محتاج المركز ده يمكن جابه أوباميانج من برشلونة ولكن برضو محتاج مركز رأس الحربة ومحتاج لعيب بكمية كيرسيات رونالدو كمان رونالدو مش عايز يبعد عن الأجواء وعن الأضواء اللي موجودة في الدولة اللي يجلسي وفنات كبير فهو منتصر حتى الآن القصة ومنتصر المفاوضات أكيد برضو بيتمنى باير ميونيخ هو بيتمنى نادي من ناديين دولاردو تشيلسي باير ميونيخ ولكن أبشوف إن الاختيارة الأقرب لا يدر الأبيل وكل تموحاته هو فريني وكسل طيب خسارة غنم بارح حال شايف إن هي كانت تستحق الخسارة ولا كانت قابق أوسيني أو أدنى من التعادل أو حتى الفوز وإحنا فينا غناء من المنتخبات القوية كمان تبص إحنا عندنا مشكلة في المنتخبات الأفريقية كبيرة جدا وهي الخوف والتوتر وإن هو يبقى نازل كسل عالم المتشاط الآن جدا زي ما بيقولوا بتحترم الخصم أزيد من اللازم لا مرعوب يعني مرعوب خاصة وبعدين ده بتبقى شيء غريب خاصة إن كل لعيبة منتخب غناء كلهم محترفين في أوروبا يعني أنت لو بصيت على كل لعيبة الموجودة مبارح محمد سليسوس وسامتون تبص على عندرياء أي وجوردان أي وتبص على حتى على نيكي ويليامز المهاجم دبالع في التلاتيك في الباو ودايما بيسجل في بورشلونة وفي الريال يعني أنت عندكم وكلكم خبرات ولكن برضو بينزلوا المواطشات الكبيرة دايما في آلة مبارح هم قدوا الفرصة لبرتغال لأنها تتقدم بسلاثية هم كانوا جايبين بس كانت 3 واحد في نتيجة أول ما دقتوا بس على فرية البرتغال قدروا يسجلوا هدف التاني قدروا أنهم قبل نهاية المباراة يحصل اللقطة طبعا بتاعت كوست حارس مرمو البرتغال لمنازل الكرة واللعيب كان وراه ويليامز وفي الآخر تزحلق يعني كانت أمر غريب جدا شفنا كانت صدمة كبيرة على لعبة المنتقل ببرتغال وكانواها الأنين جدا من المجراء لو تبص حتى على أداء منتقبات الأفريقية بص على السنغال السنغال كانت تقدر تكسب هولندا في اللقاء هي المسيطرة بشكل كبير جدا على اللقاء ولكن في الديه 83 وأخطاء غريبة جدا من أدوارد مندي حارس مرمو السنغال بتكلف فريق طبعا هدفين في الديه 83 و94 بيخسر فيهم المباراة فعشان كده بقولك المنتقبات الأفريقية بتفتقد بصراحة التركيز بشكل كبير جدا بتفتقد إنهاء الهجمات بشكل كبير جدا فده يقولك إن إحنا ما بنبقاش مجهزين إن إحنا ننافس أو نصعد عكس الأنداء عكس المنتخبات الأسيوية في نفس السياق بقى مرحبا نتكلم عن المنتخبات الأفريقية الكاميران وسويسرا كاميرو كانت منتخب كان سيء جدا في المرات الأمس أنا بشوفه كان سيء جدا الناس بتتكلم إنه هو كان مسيطرة في الشيطرة الأول كله سيطرة سلبية وما قدمش أي شيء خاصة كمان إن كلام الكاميرون كتير يعني صمو القطو رئيس الاتحاد الكاميروني أكيد نجمه أسطوري كبير وإحنا أنا مسلا نجيلي كله أكيد كان بتفرج على الجيل بتاع الكاميرون ده المنتخب مصري كان بيكسبه على طول بس كان جيل قوي جيل دائما موجود في كاس العالم جيل في سامو الإيت وصونج وهم دلوقتي اللي مسكين متوالين كل حاجات إيت ورئيس الاتحاد وصونج المدير الفني دائما كلامه من الكاميرون نهيوصل نهي كاس العالم أنت بتحط طموحات على الجماهير غريبة جدا أنت مستحيل تكون موجود في نهي كاس العالم جيل التاريخي اللي الكاميرون بقيادة ميلا عمره ما هيوصل نهي كاس العالم جيل التاريخي بتاع كنتو شخصيا عمره ما هيوصل نهي كاس العالم فحطي ضغوط كبيرة جدا على اللعيبة اللعيبة نفسها بتاريت تطلع بتصرحات غريبة زي فنسن تأبو بكر مواجب النصر الصعودي والكاميرون تليع عليك أنا أفضل محمد صراح أنا لو تحطي قدامي الظروف بتاعت محمد صراح هسجل في كل الأندية انت مبارح بتلعب بديل يعني انت حتى مش بشكل أساسي مع الكاميرون فالتصرحات الكتير على يعني تخص الكاميرون أعتقد أصر بشكل كبير جدا عكس سوسرا سوسرا مركزة عندها شاكيري لعيب حتى لو ما بلعبش في نادي بشكل كويس ومشي خلاص من كل الأندية في إنجلترا ورح أمريكا برضو بيظهر بالشكل الأمثل مع منتخب بلده وقدروا أنهم يسجلوا هدف طبعا عن تريق بولو اللي هو اللي يبقى أصلا من الأصول الكاميرون هل شات صرفه ده كان سليم؟ يمكن اللي هو عدم الاحتفال أنا بشوف أنه يعني يشيء بس من الأولادك إزاي اللي عطي ظهر أو الشيء كويس يعني برضو يدخل قلوب جميعية الكاميرون شوية هو برضو الرجل رفض أنه على فكرة يمثل منتخب الكاميرون في 2014 كان كان اتكلمه معا أنه هو يمثل المنتخب ولكن هو يعني قصته كل أنا هو مولود في سويسرا مع والدته كان والد و والدته انفصلوا وهو مولود في سويسرا ويعني خلاص يعني خلاص وعارف أنت لو دخل خلاص في المجتمع السويسري وبقى موجود دايما في العندي هناك برضو هو لما يفكر منتخب سويسرا هيوديني هيوصل الكاسعالم بشكل كبير بشكل أسرع من الكاميرون احنا شوفنا الكاميرون طيبا في تاريخ كاس العالم طيب خلينا كده وإحنا بنتكلم في نهاية الجولة الأولى قل لي أبرز الحاجات انت لحظتها وأبرز النقاط اللي انت خدت بالك منها وكانت غريبة شوي بصي أول نقطة طبعا هي اللي عايزين نتكلم عنها هو فوز السعودية على أرجنطين والتركيز الكبير جدا اللي كان عنده بصراحة منتخب السعودي أنا بشوفه أفضل منتخب عربي فوز مستحق يعني حتى أحيانا بيقى فيه فوز ده إنه المنتخب المقابل مش في أحسن حالاته لكن بالاكسة حنا شوفنا منتخب السعودية فعلا كان بيرعب حلو جدا يعني المتش نفسه المباراة نفسها كانت ممتعة بصي هو هير في ندار المدير الفني بصراحة يعني ليه كرارات في المباراة كرارات صعبة كرارات ما يتحملش مسؤوليتها غير مدير الفني قوي لما نشوف في بداية المباراة أنه يلعب على بساطة التسلل آه يعني 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 يمكن الحظ ساعده شوف في الشوت الأولاني إنه لما دخل أهداف وكانت بتحصل بداية التسلل ولكن في أول الشوت التاني شوفنا قديف هو بين الشوتين قدر أنه يغزي لعبته نفسيا إنه هو أنتؤدي الأرجنتين هو هو ده الكلام بقى اللي عايزيني نتكلم عنه خلا نشوفي الفيديو بتاعه دلوقتي وهو بيحمس اللعيبة بأداءه المعتاد عنه في كل المباريات إزاي كان كلامه ملهم للعيبة ونزلنا شوفنا شوت التاني يعمل إزاي بالنسبة للصعب ماذا نفعلين هنا؟ سالي سالي اي هذا مرحب 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 لا يعني أنت تذهب أبدا مالتي 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 يالله تقوم في المدرس مالتي مالتي تريدوا مالتي مالتي سالنا مالتي 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 يترجم ملتي من عندما م dib Vidyou سأنتخل مدو شفتوا اش سواتوا لا تشعروا شيء لا تشعروا شيء الوقت المناسب اللي تضغط فيه وتكسب لا تشعروا أننا نستطيع الانتعادل لا تشعروا أننا نستطيع الانتعادل لا تشعروا تسعروا قاعدين نلعب ملتاحين هيا يا ربما هيا هذا مجرد هذا كاس عالم نعطي كل شيء شفنا هيرفي رونار شفتوا اتكلم ازاي مع اللاعبة نزلوا جنين في 8 دقائية بزبط يمكن مش ضغط اه فيه تعنيف وفيه زعيق وفيه حماس بس نفس الوقت هو بيحسسهم قد ايه لا انت عايز تشوف ميسي لا انت يعني انت لاعب امام ميسي ننزل اتصار معايا بس من افضل المداربين في تاريخ افريقيا من افضل المداربين بلوقتي موجودين في اسيا مدرب منه هو يعني لسه بيبدأ في مسارته هو مدرب عظيم رجل كان ماسك زنبيا في 2009 وقت اتصفية مصر التاريخية الكاس العلم وقت الجزائر وادر يلعب عليك مباراتين زي ما قال الكتاب وقتها حسن حتى خرج وقتها وقال المدارب ده كويس يعني كلسه شاب صغير بعدها ادري يفوز بأمام افريقيا مع زنبيا ادري يفوز بأمام افريقيا مع قود دي فوار بعدها على طول يمكن انا بشوفه بستغرب يعني انه خاصة انا كلمته مع اعلى فكرة في 2016 و 17 و 18 ودايما كان بيبقى اسمه ورشح لمنطقة افريقيا في مصر يمكن وقتها قال انت عندكم دارب كبير قال انا شخصين انت عندكم دارب كبير كان هيكتور كوبر وكوبر وقتها فاز عليه في كاس امام افريقيا قدام المكامسك المغرب وقتها قال ايجيبت اسباك يعني مصر رجعت ولكن بعدها على طول في 2018 يمكن انا بشوف ان دي كانت فرصة الافضل لينا ان احنا نتعقد معه وراجل كان مرحب بشدة عام المشروع اه كان نفسه يضرب مصر لحد الان هو عارف كواس اوي قيمة مصر في افريقيا واناورا اضرب منتخب مصر يبقى كل الظروف متاحة بالنسبة لانه يحقق امام افريقيا تاني لكن اهم اضرب كبير جدا شوفنا في اللقطة دي ازاي قدر يرجع الدوافع لمنتخب السعودية ازاي قدر يخلل العيبة في منتخب السعودية تنزل الشوت التاني تلعب عشر داية اولا هو فاجئ الارجنتين لان الارجنتين طبيعي جدا انا اجب الجول في الشوت الاولاني مدايعة 3 اجوال تسلل فانا بالنسبة للشوت التاني اجيب التاني واخلص المباراة اول فاجئ ان في الشوت التاني اول عشر داية فضغط كبير جدا من المنتخب السعودي قدروا انهم يفوزوا فيه بالمباراة بسلم الدوسر الهدف الرائع فانا بشوف ان اكيد اي مدير فاني باتع فزاهر في رودار هيقل طبعا هده على مجهود وعنده المباراة جاء ابولادة ثم المكسيك انا بقولك الصعوداء اتصعب للدنس 16 عظيم طيب احنا في بداية الجولة التانية عندنا قطر وسنغال توقعاتك الماتش هيكون اعمل ازاي لانه لازم هيكون صعبة على اثنين بص قطر يمكن اكيد خزنة جبال العربية لحد الوقت يمكن التنظيم رائع كبلد لكن كمنتخب انت كنت منتظر منك الكتير لان انت كمنتخب احنا انت بتتكاوم عليك 12 سنة من اول تنظيم الملف في القطر في 2010 واسند الملف من الفيفا وتم التركيز على مشروع اللاعبين دول اللي انت شايفوه شاركته في كل البطولات الممكنة كاس اسيا اوروبا لعبت في امريكا الجنوبية لعبت في كل حاجة بتاخد دعوة من تحت دولي انك تلعب في الموضوع ده ولكن المباراة الاولى خوف غريب جدا من المنتخب الايكوادوري راهبة كبيرة جدا انا اشعر بها لان انت بتلعب كاس على محل ارضك والجماهير بس خوف غير مبرر لانه منتخب الايكوادوري مش من المتخبات الكبيرة بالزبط كلا انت ضيعت من نفسك مباراة كبيرة جدا مباراة النهاردة قدام السنغالي السنغال فريق قوي يمكن السنغال يمكن ده اللي فيه قطر شوية ان السنغال يمكن عنده مشكلة كبيرة اوي بغياب ساد يومانيا وده باين اوي في الفعلية الهجومية للمنتخب السنغالي قدام هولندا بيوصل لحد اخر لقطة في المباراة ولكن ما بيقدرش يسجل هدف يمكن النهاردة يعني اتمنى ان شاء الله التوفيق بإذن للمنتخب قطر ويقدر ان هو يحقق ان شاء الله لنهاردة الفوس لاني خلي بالك المباراة الاكيرة بالنسبة له قدام هولندا هتبقى يمكن النسبة 80% صعبة جدا جدا او 90% صعبة جدا عليه ولكن والله انا بشوف المنتخب هولندا مش مرعب المنتخب هولندا كان يقدر السنغال وقطر يقدموا جوالات افضل من كده فلسه هنشوف الجوالة التالية والتالي ان شاء الله ولكن اتوقع ان شاء الله بل ازنى المنتخب القطر يقدر يعمل حاجة طبعا يعني محمد نورتنا واحنا لسه هنشوف طبعا النهاردة مستلينين في مباريات وفيه مفاجأات كتير جدا عمالة تظهر وااااااا Oo اعتقد انه النسخة دي من كاس العالم الحياة مختلفة شوية بس خلينا قابل ما انهي معيك اسألك عن موتش هولندا والايكوادور سريعا جدا لاحبة الميباراة الاولية لديها إرحية 2-0 الإكوادور أيضا عندها رحية كسبونا 2-0. يمكن مباراة النهاردة الإكوادور بالنسبة لها يعيز تاخد نقطة. تبقى بالنسبة لها قبل اللقاء الأخير قدام للسنغال. تبقى عندها 4 نقاط. تبقى داخلها على نقطة وحتى اللفوس تبقى تهالت لدول القادم. يمكن الإكوادور بتلعب بس على طريقة تنظيم الدفاع بشكل كويس أو تنظيمه استماره بشكل كويس أوي. عندها حد تانية متقبل أن ده مع لويس فانخال. يمكن المباراة يقول لها كسبو خلاص 2-0 كسبو السنغال عندهم النهاردة الإكوادور. هم بالنسبة لهم يفوزوا النهاردة ب6 نقاط قبل بقى مباراة الكاتر في الآخر الجوالات. وخلاص التعاهل بالنسبة لهم. هم أعوزون يتعاهلوا طبعا كأول المجموعة. عشان يبعدوا طبعا عن طريق المنتقب الإنجليزي اللي هيبقى قوي جدا بالنسبة لهم. عظيم. بنشكرك طبعا شكرا جزيلا شرفتنا نورتنا محمد جمال الناقد أرياضي. شكرا جزيلا.